الحكومة تعد بإيجاد مناطق خضراء في المحافظات المحررة إعلان وقع كالصاعقة على اليمنيين الذين يرقبون باهتمام أحدث عودة للحكومة بعد النفي المتكرر لها إلى خارج البلاد من قبل التحالف فالمناطق الخضراء يراها المراقبون مؤشرا على حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار وسط هذا الكم من القدرات العسكرية والتسليحية وسلسلة السجون والمعتقلات التي تحيط بعدن إحاطة السوار بالمعصم أكثر من ثلاثة أعوام مضت ولتزال مهمة استعادة الاستقرار تشكل إحدى الأولويات الضائعة للحكومة التي تفقد نفوذها شيئا فشيئا في العاصمة السياسية المؤقتة عدن وفي المحافظات الأخرى المحررة ليس هذا الاجتماع الأول من نوعه لقادة العمل العسكري والأمني في إطار اللجنة العسكرية والأمنية التابعة للصوتة الشرعية والذي عقد في عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر كما أن تأكيده على ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية ليست تأكيد الأول بهذا الخصوص إحياء غرفة العملية المشتركة هي أحد الأهداف التي سعى هذا الاجتماع الأمني إلى تحقيقها وشدد عليه رئيس الوزراء وذكر بشأنه أيضا بتوجيهات سابقة لرئيس الجمهورية هدف يرتبط تحقيقه بحل التعقيدات العسكرية والأمنية الراهنة التي تكتنف أداء الأطراف النافذة في عدن وعلى رأسها التحالف نفسه أراد رئيس الوزراء هذه المرة أن يستعيد النفوذ العسكرية والأمنية للسلطة الشرعية انطلاقا من الأولوية الإقليمية والدولية وهي ضمان تبادل المعلومات وتوحيد الجهود للتصدي للخلاء الإرهابية المزعومة ومطاردة عناصرها أينما وجدت وتجفيف منابعها لكن أحداث الأشهر الثلاثة الماضية في عدن كانت تشير إلى صراع وعنف وحرب ليس مع القاعدة بل حرب على الحكومة شنتها تشكيلات مسلحة أنشئت خارج سيادة الدولة وتثلق دعما من التحالف وهدفها المعلن هو الانفصال وفك عرى الدولة اليمنية في وقت يمضي فيه مسلسل القتل المبني للمجهول في عدن وغيرها من المحافظات المحررة دون ما تحقيق أو تتبع لأدلة الجريمة أو حتى إلقائها على عاتق القاعدة وداعش